أنا هاوند بصبح عليك يا كريم بصبح على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان كل سنة طيبين طبعا يمكن ده هيكون آخر لايف لي قبل شهر رمضان ففرصة بقى أن أنا أقول لكم كل سنة وإنتوا طيبين ودايما بخير وإن شاء الله نلتقي في عشر الصبح في الأهلي مرة تانية بعد شهر رمضان وأكيد بقول لكل مشاهدي متابعي شاشة قناة النادي الأهلي كل سنة وكل حضراتكم طيبين خلينا نبدأ طبعا بأخبار الفريل الأول لكرة القدم اليوم التاني على التوالي بيستقنف تدريباته على ملعب مختار التتش الحقيقة في الفترة الصباحية مبارح أيضا كان الميران فيه تمام الساعة 11 صباحا والنهار ده أيضا هيبدأ يعني خلال خلاص أقل من ربع ساعة وهيبدأ فيه تمام أيضا الساعة 11 صباحا وهيكون ده الميران الأخير فيه القاهرة على ملعب مختار التتش طبعا قبل التوجه للسعودية لمواجهة الزمالك فيه نهائي كأس مصر المباراة هتقام إن شاء الله يوم الجمعة المقبل 8 مارس الحقيقة خلينا أقولك يا نهاندو أقولك يا كريم أن النهاردة هيكون الميران الأخير على ملعب مختار التتش وبعد كده البعثة هتتوجه إن شاء الله غدا فيه تمام الساعة 10 صباحا إلى السعودية يعني الحقيقة لترتيب بقى كافة الإجراءات الخاصة بمقر فريق البعثة وكل كمان الملاعب اللي هيكون عليها التدريب وأكيد بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الأهلي في مهمتهم أمام نادي الزمالك في نهائي كأس مصر خلينا أقولكم يعني بعض الأمور اللي تمت فيه ميران الأمس وأكيد متوقع أن هي كمان تكون موجودة في ميران اليوم الحقيقة إن مبارح كان فيه محاضرة فنية لمستر مارسال كولر دايما بيكون متعود أن يكون فيه محاضرة فنية قبل بدء الميران لكل اللاعبين وكل صفوف فريق النادي الأهلي فريق الأول لكرة القدم بدأ الميران بمحاضرة فنية بعد كده كان فيه تدريبات بدنية متنوعة أيضا حراس المرمى خطعه له تدريبات على هامش الميران الجماعي تحت طبعا إشراف ميشيل يانكن مدرب الحراس وبعد كده اختتم بقى مستر مارسال كولر الميران بتأسيمة قوية جدا شارك فيها كل اللاعبين مع هذا طبعا المصابين اللي شاركوا أكيد أو يعني ما زالوا فيه البرنامج التأهيلي الخاص بيهم اللي وضعه طبعا دكتور أحمد جبالة طبيب الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي وكانوا موجودين على هامش الميران أيضا برضو يمكن المصابين اللي تأهلوا لمرحلة متقدمة من البرنامج التأهيلي شاركوا مبارح في الميران الجماعي علشان بقى يكونوا مستعدين للسفر للسعودية سواء بقى يكونوا موجودين في المباراة من عدمها ده هيكون طبعا خاضع لرؤية فنية للجهاز الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحقيقة هتكون مباراة هامة جدا نهواندو يا كريم وأكيد كل عشاق كرة القدم في كل مكان مش بس في مصر ولكن أيضا في العالم بيكونوا مهتمين جدا بهذا الدوربي القوي جدا ما بين النادي الأهلي وبين نادي الزمالك تحديدا النهية يعني مباراة لا تقبل القسم على اثنين ما بين النادي الأهلي وبين نادي الزمالك في نهائي كأس مصر فأكيد هتحضب نسبة مشاهدة عالية جدا من مختلف الدول طبعا اللي أكيد يعني عشاء النادي الأهلي وأكيد برضو عشاء النادي الزمالك موجودين ولكن عشاء النادي الأهلي طبعا بيكونوا هم متصدرين المشهد في كل الدول العربية وأيضا دول العالم خلينا بقى نروح لكل الفرق الرياضية الأخرى وبدايتنا مع رجال سلة الأهلي الحقيقة يعني ماشيين بخطة ثابتة جدا إن شاء الله غدا عندهم دربي قوي جدا أمام نادي الزمالك هيكون هنا بمقار النادي الأهلي باء الجزيرة هيقام في تمام الساعة السادسة والنصف ده هيكون في تاسع جوالات الدورة الترتبية أو المرحلة الترتبية من طبعا بطولة دوري السوبر لكرة السلة رجال زي ما أنا قلت ممكن هم كانوا ماشيين بخطة ثابتة جدا وكانت المباراة الأخيرة لهم على نادي هليوبلس قدروا إن هم يحسنوا المباراة لصلاحهم بنتيجة 83.79 المباراة الحقيقة قيمت أول أمس طبعا على صالة الشروق على رغم أن هي كانت خارج ملعب نادي الأهلي ولكن دايما رجال سلة الأهلي بيكونوا قادرين أن هم يحققوا الفوز بنتيجة كبيرة جدا يعني زي ما احنا عارفين هم ماشيين بخطة ثابتة خلال الفترة الماضية وإن شاء الله بكرة هيكون عندهم زي ما أنا قلت مواجهة هامة جدا أمام نادي الزمالك في تمام الساعة السادسة والنصف ولكن هتكون هنا بقى في مقار نادي الأهلي باء الجزيرة أيضا سيدات سلة الأهلي الحقيقة كان عندهم يعني يمكن مواجهة هامة جدا وكانت صعبة كمان أمام الجزيرة الحقيقة نادي الجزيرة عمل مطش قوي جدا أمام نادي الأهلي ولكن سيدات سلة الأهلي قدروا أن هم يحسموا المباراة لصالحهم الحقيقة المباراة دي أنا هوندو يا كريم يعني انتهت بالتعادل ما بين الفريقين علشان كده لجأوا لوقت إضافي وانتهت المباراة بنتيجة 86-83 لصالح النادي الأهلي طبعا ده كان فيه عشر جوالات المرحلة الترتبية من دوري السوبل لكرة السلة أكيد سيدات النهار ده عندهم مواجهة هامة جدا إن شاء الله أمام نادي مصر للتأمين هتقاوم على صالة مركز شباب الجزيرة وهتكون المباراة في تمام الساعة السادسة مساء وأكيد يعني يمكن المباراة الأولى برضو أمام نادي الجزيرة كانت على صالة مركز شباب الجزيرة أما بقى يوم الجمعة هيكون عندهم مواجهة هامة جدا أيضا أمام الاتحاد هتكون في تمام الساعة السادسة مساء ولكن المباراة هتقاوم هنا على مقر نادي الأهلي باق الجزيرة على صالة النادي الأهلي طبعا نتمنى كل توفيق لسيدات سلة الأهلي ورجال سلة الأهلي يعني الحقيقة أن هما ماشيين بخطة ثابتة في الجوالات الترتبية أو في المرحلة الترتبية من دوري السوبر سواء للسيدات أو الرجال فمتمنهم كل توفيق في المواجهات القادمة خاصة أن هي أكيد مع فرق كبرى في كرة السلة كمان شباب سلة الأهلي 16 سنة قدروا أن هما يحققوا فوز كبير ومستحق طبعا 16 سنة على نادي وادي دجلة الحقيقة كان فرق سكور كبير جدا وزي ما أنا دايما متعودة يا نهواندو يا كريم أننا دايما فيه أخبار النادي الأهلي والفرق رضي الأخرى تحديدا الحقيقة شباب سلة الأهلي بيحققوا دايما نتايج كبيرة جدا بيخرجوا من المباريات بفرق سكور كبير جدا قدروا أن هما يحققوا يعني ينفوز على وادي دجلة في منافسات بطولة الجمهورية بنتيجة 52-15 فأكيد بنتكلم يعني على فرق سكور كبير جدا ما بين الفرقتين سواء النادي الأهلي أو وادي دجلة شباب سلة الأهلي طبعا 16 سنة ماشي بنتايج كبيرة جدا في منافسات بطولة الجمهورية وأكيد ده بيزيل ودفع فيما هو قادم خلينا بقى نروح لرجال وسيدات طيرة الأهلي الحقيقة أنهم يعني يمكن عندهم فترة توقف دولي بسبب مشاركة منتخبات مصر طبعا سواء رجال أو سيدات في بطولة الألعاب الأفريقية أو دورة الألعاب الأفريقية اللي هتقام إن شاء الله في غانا في الفترة 8 مارس وحتى 23 من مارس الجاري خلينا أقولك يا نهواندو وأقولك يا كريم الحقيقة أنهم يعني يمكن كل العناصر اللي هكون مشاركة مع منتخبات مصر من النادي الأهلي دخلين أكيد بمعنويات مرتفعة جدا لأنهم محققين نتايج كبيرة جدا سواء كأس السوبر يعني سواء على مستوى السيدات أو الرجال شفنا طبعا أكيد الماسترز وفتيات الذهب قدروا أنهم يحسنوا كأس لصالحهم على حساب نادي الزمالك شفنا مباريات كبيرة جدا الأسبوع الماضي عشان كده دخلين بمعنويات مرتفعة وأيضا في مختلف المنافسات الحقيقة رجال طائرة الأهلي أو الماسترز قدروا أنهم يحققوا الفوز على نادي هليوبلس بنتيجة تلاتة صرف دي كانت آخر يعني مباراة ليهم وقدروا أنهم ده طبعا كان فيه تمن ربع أو تمن عفوا نهائي كأس مصر وقدروا أنهم يتأهلوا لربع النهائي والحقيقة قبلها طبعا كان الفوز على نادي الزمالك فيه كأس السوبر علشان كده دخلين بمعنويات مرتفعة أيضا فتيات الذهب أو سيدات طائرة الأهلي بعد الفوز بكأس السوبر على حساب نادي الزمالك وشوفنا طبعا مباراة قوية جدا وكبيرة جدا انتهت بفوز نادي الأهلي أو فتيات الذهب بنتيجة تلاتة اتنين الحقيقة أنهم منذ أيام قليلة أيضا حققوا الفوز على نادي الشمس بنتيجة تلاتة صفر ده كان فيه ربع نهائي بطولة الدوري وتأهلوا بقى لنصف نهائي بطولة الدوري حقيقة أن كانت بتقام بنظام باستوكتري قدروا أنهم يفوزوا على نادي الشمس في المباراتين وراء بعض علشان كده يعني منطروش أنهم يروحوا لمباراة تلتة وقدروا أنهم يتأهلوا فورا لنصف نهائي الدوري علشان كده بقى يعني يمكن هيواجهوا نادي سبورتينج فيه نصف النهائي بعد فترة التوقف الدولي فأكيد طبعا يعني رجعين أو دخلين الحقيقة كل العناصر اللي هتشارك مع المنتخب بمعنويات مرتفعة جدا ده فيما يخص طبعا أكيد فتيات الذهب والماسترز الحقيقة أنهم قادرين يعني يرفعوا رأس كل الأهلوية في ألعاب الصلاة خلينا بقى نختم أخبارنا النهاردة بيعني كرة اليد والحقيقة أيضا هم عندهم توقف دولي خلال الفترة المقبلة بسبب برضو دورة الألعاب الأفريقية اللي هتقوم زي ما أنا قلت في الفترة من 8 أو حتى 23 من مارس الجاري ولكن الحقيقة قبل التوقف الدولي قدر طبعا فريق النادي الأهلي لكرة اليد أن هم يفوزوا على الجزيرة بنتيجة 61 واحد و30 عفوا 16 ده طبعا كان في الدوري والحقيقة قبلها برضو كانوا ماشيين بخطة ثابتة جدا قدروا قبل مباراة الجزيرة أن هم يفوزوا على هليوبلس وقبلها على سبورتينج فعلشان كده برضو يمكن دخلين بمعنويات مرتفعة في دورة الألعاب الأفريقية أما طبعا سيدات يد الأهلي فالحقيقة قدروا أن هم ينهوا الفترة الماضية على نادي الزمالك قدروا أن هم يفوزوا عليهم في منافسات الدوري بنتيجة 24-18 ده يمكن كان منذ أسبوعين فيمكن بقى سيدات يد الأهلي برضو دخلين كل العناصر اللي هتشارك مع منتخب مصر يعني يمكن أنهو الموسم أو يعني يمكن أنهو الفترة دي قبل التوقف بنتيج كبيرة جدا طبعا دي كانت كل أخبارنا فيما يخص الفريق الأول لكرة القدم وأيضا الفرق الرضي الأخرى بشكركم جدا لعودة لكم مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر